قصتنا اليوم تتحدث عن ميت عاد لينتقم من زوجته الخائنة بعد أن قتل عشيقها وحكم عليه بالإعدام قد تبدو قصة خيالية لكنها حدثت في الواقع جرت الأحداث في مدينة كونيكا في إسبانيا كان الجو ماطرا عندما عاد الجندي ماريانو كورونادو الذي كان ملتحقا في الجيش الأسباني إلى منزله فاكتشف خيانة زوجته لم يتمالك نفسه فأطلق النار على عشيقها فأرداه قتيلا أما زوجته فقد هربت إلى الغابة ولم يستطع اللحاق بها لأن الشرطة قبضت عليه حكم على كورونادو بالإعدام وتم تنفيذ الحكم صباحا وفي الطريق إلى الدفن في أحد المقابر بدأت الجثة تتحرك لاحظ الطبيب المرافق حركته وقام بمعالجته وتقرر أن السجين قد امتثل للعدالة لقد حكم عليه بالشنق وشنق فتم الوفاء بالحكم وفي هذه الحالة لا يتم محاكمته مرة أخرى وتم طرده من المدينة لكن كورونادو لم ينس انتقامه من زوجته فعاد سرا إلى المدينة ثم قتلها سلم نفسه إلى الشرطة وحكم عليه بالإعدام شنقا وتم التأكد من موته هذه هي نهاية قصتنا لهذا اليوم نراكم غدا إن شاء الله في قصة جديدة